شفصان حفظكم الله تهاون بعض الناس في الفتية هل لكم توجيه في ذلك؟ هذا أمر خطير لا يجوز للإنسان أن يقول على الله وعلى رسوله بغير علم خصوصا العوام وطلبة العلم غير المتمكنين أو القرى لا يجوز لهم أن يفتوا وأن يحلوا ويحرموا بغير دليل لأن هذا من القول على الله بغير علم وهو عديل الشرك أو أشد من الشرك لقوله تعالى ولنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فلا يجوز لمن ليس عنده علم أن يفتي الناس وأن يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز وليس عنده علم ولا دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن العالم لا يجوز له أن يفتي إلا بدليل يعتمد عليه في فتواه وأيضا مهما أمكن العالم المتمكن أن يتقي الفتوى وأن يحيلها إلى غيره فإن هذا أسلم لذمته وأبعد له عن الخطر وكان الصحابة يتدافعون الفتوى بينهم لعلمهم بخطورتها ولا يفتون أحدا إلا إذا تعين عليهم ذلك لأن لا يوجد من هو أولى منهم نعم